لعبة بوكيمون جو مسببة ضجة في الدنيا كلها على انه اللعبة ما نزلت الا في بعض الدول منها امريكا وكندا وبريطانيا قالوا انه في ناس عندهم محسابات امريكية حملوا اللعبة على جوالاتهم اذا انت مو جائس لعب بوكيمون جو اكيد انك سمعت عنها لعبة بوكيمون جو متوفرة على جهزة الاندرويد والآي او اس فكرتها انها محاكية للعالم الحقيقي بحيث انها تستعمل خريطة الحقيقية زي حقت جوجل مابس مثلا الفكر انك تissy لجمع بوكيمون اتا وكل منطق يتوفر فيها نوع معين من البوكيمون على سبيل المثال انها يشرد هناك البحر يا فوقلي المت لبسا الانه هناك درس اكيد الطفل الاستمرار و真的是 صارح هو الهدف الاساسي من الاساسي من التجمعهم倦 لكن عندك عدد معين من الكور ولازم تستعملها صح طريقة سهلة تتعلمها لما تقابل بوكيمون هي انك اذا ترمي الكورة على البوكيمون في دائرة تطلع حوله اخضر معناه ان البوكيمون سهل صيدة مو بصعب مرة يعني كورتين بالكثير ممكن تصيدة احمر او برتقالي معناه انه صعب وممكن تضيع الكورة حقتك عليه طبعا كل بوكيمون له الرقم يحدد قوته او السي بي كل ما زاد السي بي كل ما يصار البوكيمون اقوى تقدر تقوي البوكيمون حقك بستاردست استاردست هذا شي يجمع وكل ماصة بوكيمون يعطونك مجموعة من استاردست غير هذا كله انك تقدر تطور البوكيمون حقك او تسوي له ايفولف الايفولف يكلفك كاندي او حلاوة الحلاوة هذه تجيبها عن طريق انك تسوي ترانسفر او تنقل البوكيمون حقك للدكتور او البروفيسور النصيحة ثانية برضو حلو انك تتعلمها هي انك شلون تتبع البوكيمون اللي تبغاه فالزاوية العالمين في الشاشة فيه مستطيع صغير لما تضغط عليه يطلع لك كل البوكيمونات القريبة منك او اللي حولك الخطوات اللي تحت كل بوكيمون كل واحدة لها معنى خطوات معنات ان البوكيمون يبعد عنك ما بين كيلو الى كيلو ونص خطوتين يعني من 100 الى 200 متر خطوة واحدة يعني 10 متر او اقل بدون ولا خطوة معنات ان البوكيمون حولك خلاص بتقابله بعد شوي فما تقر تعرف اي اتجاه فما لك الا انك تجس الدور وين تلقى البوكيمون اللي تبغاه غير انك تجمع بوكيمون في اللعبة عندك برضو البيض او ال اجز اللي تطلع لك من البوكي ستوبس البيض فيه ثلاث انواع فيه نوع ابو كيلو وين ابو 5 كيلو ابو 10 كيلو فكرة البيض في اللعبة انك تحطه جوا شي اسمه انكيبيتر الانكيبيتر هذا يساعد على انه يفقس البيضة هذه على سبيل المثال البيضة قوم خمسة كيلو تطلب منك انك تمشي خمسة كيلو وفي الحقيقة تقريبا طبعا مو بلازم ان يكون بالمتر والبيضة لازم تكون جوا انكيبيتر واللعبة طبعا لازم تكون تشتغل عشان تنفقس البيضة في النهاية طبعا البيضة ابو 2 كيلو يطلع لك بوكيمون شوي بسيط ابو 5 كيلو بوكيمون شوي احسن ابو 10 كيلو مثلا يطلع لك بوكيمون مر اخرافي خريطة اللعبة مبنية على خراية جوجل مابس والستوديو المطور للعبة بوكيمون جو وطور لعبة من قبل كانت مبنية على نفس الفكرة ففي اماكن في الخريطة اسمها بوكي ستوبس شعارها كذا ازرق واختيار الاماكن ما هو اساسي انه يكون مكان مره مره معروف فكرة بوكي ستوب بسيطة جدا انك تقرب من البوكي ستوب تروح عنده تلفل شي زي القرش البوكي ستوب تعطيك اشياء مثلا الكور تعطيك البيض تعطيك البيض وتعطيك الريفايفز طبعا اذا استعملت البوكي ستوب تقريبا خمس دقائق فاذا انت ساكن جمب بوكي ستوب فانت انسان جدا محظوظ نجي للشي الاخير واللي يعتبر نهاية اللعبة انك لازم تبدأ مثلا من تجميع البوكيمون بعدين توصل للنهاية للشي هذا اللي هم النوادي او بالانجليزي الجيمز الجيمز هي الماكن الكبيرة اللي تطلع لك في خريطة في ازرق وفي اصفر وفي احمر وفي بعضها تكون ابيض هذه معناته انه لسه ما احد استحل لها طبعا كل لون يمثل فريق الفريق هذا تقدر انك تنظم له بعد ما توصل لفل خمسة فكرة الجيم انه مكان خلني قول انا مثلا عندي هنا في مجمع من مجمعات يعتبر جيم اقدر اني انا استولي على الجيم هذا يكون لي دايما ويكون برضو الفريق حقي انا مثلا انا الفريق الازرق خلاص الجيم هذا الفريق الازرق الفائدة من الجيمز انه بعد عدد معي من الساعات يعطيك ديفندر كوينز يعطيك قروش تقدر انك تستعملها وتشتري فيها كور زيادة وتشتري فيها اشياء من الستور حق بوكيمون جو او طبعا انك تستعمل الفلوس الصدقية شي اخير بس ابغى تكلم عنه انصح الناس اللي جلسين يلعبون لعبة رجاء 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 اذا انت جلسة تسوق لا تلعب الله يخليك ما لا داعي تذبح احد ولا تبتلي احد بسبة لعبة اذا تبي تلعب اطلع مع اخويك خله يسوق وانتج الصيد له ولك هذي بعض النصايح للناس اللي مفكرين يلعبون بوكيمون جو او جلسين يلعبون بوكيمون جو ولا يدروش السالفة لانه اللعبة اساسا ما فيها شرح حبيت اني يسوي المقطع هذا اعطيكم بعض النصايح ان شاء الله انكم استفدتوا منها واذا في اي شي انا نسيته وحسيت اني مش راحت غلط يريد تعلموني في الكومنتات تحت لانه انا ودي استفيد صراحة جدا ادوانت اللعبة صاير اطلع كل يوم وعادثة ما اطلع بسبت ذا اللعبة اذا حسيت ان المقطع اعجبك لا تنسى تعطيني لايك وشاركو مع كل الناس اللي تعرفهم ان شاء الله ان المقطع اعجبكم اذا حابيت شوفون اشياء زيادة من بوكيمون جو اعطوني خبر في الكومنتات تحت الله اعطيكم العافية على الدعم اللي دائما تقدموني اياه اشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجاية تيك كير السلام عليكم